التدبر الصحيح أن نتتبع الكلمة في كتاب الله تبارك وتعالى من صورة الفاتحة إلى صورة الناس حتى بمشتقات الكلمة يعني هنشوف النهاردة ياريت يبقى الإخوة ياريت يعني أرجو ذلك يكون معنا ورقة أو ألم عشان نكتب الآيات وطبعا كل واحد يكون معاه مصحف علشان نفتح ونشوف أول آية هتقابلنا الآية 42 من صورة النساء وإن شاء الله هاخدها أنا برضو كمثال على طريقة التدبر الحق دايما دايما نحن بنقول مثلا أنا بقول الآية 42 من صورة النساء طبيعي هناخد آية أبلها أو آيتين حسب السياق وحسب لزوم التدبر فالآية 41 السابقة على الآية 42 يقول الحق تباركت على فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا المرات من الآية 41 أن في يوم الدين يأتي الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين كل على أمته شهيدا يعني موسى على اليهود عيسى على النصارى محمد صلوات ربي عليه على هؤلاء وهؤلاء ذكرت في الآية 41 إشارة إلى الأمة الخاتمة أو التي اختصها الله تبارك وتعالى بعد رسولها بالتبليغ والدعوة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود رفضوا القرآن والرسول ومن قبلهما الله تبارك وتعالى يعني كفروا بما جاء به رسول الله صلوات ربي عليه وعسوا الرسول طبعا نحط خط تحت عسى والرسول دي كده في مقابلة ايه من قطاع الرسول وأرجو أن نفتح آذان القلوب هل هم الذين عسوا الرسول عسوا محمد بشخصه أم عسوا توصيف محمد هنا وهو الرسول يعني ممكن أنت موفق بس نتناقش أنا وإنت عشان نفتح المجل للإخوة يفكروا شوي هل هم هنا عسوا الرسول كشخص محمد أم كتوصيفه كرسول كتوصيفه أكيد لأنه يعني الدقة في الكلمات القرآنية يعني عالية الدقة وكل مفرد إلها خصوصية بالضبط يعني هم هنا عسوا محمد عليه السلام بوصفه رسولا واضحة يعني يعني عسوا الرسالة أطاعوا الرسول أو أطيعوا الرسول يعني أطيعوا ما جاء به الرسول من رسالة ليست القضية في شخص محمد بالنسبة للمؤمن أو الكافر إنما القضية فيما جاء به من رسالة فأنا فأنا أحمد ربنا على الآية 42 النساء عشان هتخلينا نوضح أمور كتير منها التلقي والتدبر ومنها المراد ولازم المراد في كل ما في القرآن يبقى عسوا الرسول خطها كده قدامك إن الذين كفروا بالله تبارك وتعالى مناطي القفر إنهم عسوا الرسول هل عسوا الرسول بشخصه كمحمد أم عسوا رسالة الرسول التي قام محمد عليه السلام بنقلها حط خطه يودوا إيه بقى يودوا يودوا الذين كفروا هنا يودوا تفكرك بحاجة في الذين كفروا إن الذين كفروا عامة يوم الدين يوم القيامة فاكر يا ليتني كنت ترابا حطها دي قدامك برضو كده يعني الكافر يوم القيامة مش عايز لا تتعرض أعماله ولا يتحاسب لأنه هو أول واحد عارف إنه أخطأ فيودوا هنا من إيه من أمنيتهم أو يا ليتني يعني يودوا تساوي يودوا في صورة النساء 42 تساوي يا ليتني كنت ترابا صح يودوا الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض يعني إيه تسوى بهم الأرض تساوي تساوي في المراد يا ليتني كنت ترابا يعني ياريتني أنا ما ما خلقتش أصلا ولا يكتمون الله حديثا هنا بقى في وقفة أرجو نحن ننتبه لها طبعا أنا عايز أسألك أنت مثلا يا موافق فهمها إزاي ولا يكتمون الله حديثا يعني 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 يودوا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أنا 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 فهمها أن الأحسن الحديث اللي أنزل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بحيث أنه يكون كلامهم يعني في القرآن الكريم بتدبر القرآن الكريم ونقل الرسالة اللي بلش فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لباقي الناس أنا هيا خلينا هذا هذا برضو حيبقى نوع من التأويل خد بالك لكن ولا يكتمون الله حديثا الحديث هنا هو أخبرهم اللي مكتوبة ها اللي أحدثوها في كتابهم لكن أنا بسألك على إيه ولا يكتمون الله حديثا يعني يعني إيه لا تشعر ما يخبوا شيء عليها لا شوف بقى الواو ولا لا شهرتها إيه لا نافية أو ناهية دي وظيفتها فيمني هنا طبعا هي نافية لكن لها مراد لها مراد غير العايز أقول المعنى بس مش عايز الناس يتعود على الكلمة يعني يعني لها مراد الواو هنا مع اللا يعني ولا يكتمون الله حديثا معناها إيه بقى عايزين معلش هنستخدم شوية كلمة معنى لغاية ما الناس تستقر على المراد المراد منها إيه لأنهم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا يعني الواو مع حرف لا هم ليه يودوا لو تسوى بهم الأرض لأنهم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا ليه ليه أيتين في كتاب الله وضحوا كيف يكون الحساب أمام الله يوم القيامة فالآية 442 النساء توديك لـ 24 و 25 النور ثم للآية 65 من سورة يسين امشي بالراحة كده فـ 24 و 25 نور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الآية 24 و 25 هم غصبا عنهم هيتكلموا طب لو ما تكلموش بلسانهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا هي بقى أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون 65 ياسين يبقى الآية 4 42 النساء بتبين لك يودوا ليلة تسوى بهم الأرض لأنهم مش هيقدروا يكتموا الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا الواو ولا الواو ولا النافية لأنهم لازم المراد منها لأنهم لن يستطيعوا أن يكتموا الله حديثا واضحة والله صعبة يعني الواو دكتور هون السعنافية الواو هنا وخد بالك بقى يتقال عليها والكلام ده طبعا ما جاش عند السباوي وما جاش عند الخليل ابن أحمد لأن الواو في القرآن أنا قلت لك الكلام ده من كم حلقة الواو في القرآن حتلق لها وظائف لا حصرة لها لم يتكلم فيها أهل علم اللسان خالص لأنهم ما قعدوش القواعد من القرآن فعلا زي ما ادعوا هم ادعوا أنهم قعدوا القواعد من القرآن في الحقيقة لا القواعد اللي احنا درسناها في كليات الأداب ودر علوم وواوة كلها تأليف وتلحيم من سباويه ما لوش علاقة بالقرآن الواو هنا ما حدش وصفها في الكتب دي خالص الواو هنا استئنافية محققة لواقع مرسود في القرآن ولا يكتمون الله حديثا لأنهم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا ليه لأن مش لسانهم بس اللي حيتكلم ده اللي حيتكلم اللسان والأيدي والأرجل وهيتكلموا أمام الله اللي محدش يقدر يمنع أمر إلهي واقع في القرآن ففي الآية 24 و 25 النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الشهادة هنا خرج من إرادتهم ولا خرج عن إرادتهم عن إرادتهم بر الإرادة بالضبط كده